كما عقد وزير الخارجي والهجرة بدر عبد العاطي لقاءا مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر لولوابنت راشد وأشهد عبد العاطي بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على المستويات كافة معربا عن الترحيب برغبة الجانب القطري في استطلاع الفرص الاستثمارية بمصر في عدد من القطاعات ومنها قطاع الطاقة والاتصالات ومجال الصناعات الزراعية والغذائية وفرص الاستثمار العقارية في عدد من المناطق بمصر وأكد عبد العاطي حرص مصر على دورية عقاد كافة الأليات التشورية بين الجانبين وكذا ضرورة البناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة والتي عقدت بالدوحات في مارس عام 2024